معنا نموذج أنا مهتمة أنا أعرضه عليكي صراحة وعلى المشاهدين وإحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للفتاة نموذج لبنوتا صغيرة اسمها فرح محسن فرح بتدرس نظم معلومات وفي نفس الوقت بتساعد والدها في الفرن بتشقى من الصبح طول النهار تشتغل وتذاكر تشتغل وتذاكر عايزة اسمع قصة فرح وتسمعيها معايا دكتورة رانيا والناس كلها تسمع قصتها وتشوف ايه الدفع بتاعها ونستلهم كده كلنا منها الدروس فرح مساء الخير وأهلا وسهلا بيكي مساء النور إزاكي الزهيبة عاملة إيه أنا كويسة وزاي الفل ومبسوطة بيكي وعايزكي تتحكي لنا حكايتك وقليلي الأول هو أنت عندك كم سنة أنا عندي واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة وبتدرسي نظم معلومات مش كده او سنة ربعة سنة ربعة يعني آخر سنة هو او ان شاء الله ان شاء الله بكل التوفيق حكيلي بقى يومك ماشي ازاي لأنه أنا عارفة انك بتشتغلي كمان مع ولي حكاية الشغل وحنا شايفين صور على الشاشة نتي دلوقتي أنا من زمان باشتغل مع بابا من أنا صغيرة يعني من زمان من أنا في التدائي كنت أخلص المدرسة وارجع على المحلة أشتغل مع بابا من قبل ما إخوتي ييجوا بقى فأنا الزمان شغلة معاه وقبرت على الموضوع ده فدايما كنت شغلة معاه دايما ما بين دراستي ودروسي وماما كمان كاب تحاول توافق ما بين أن أنا أدرس يعني الوقت اللي أنا مش في المحل فيه ماما هي كاب تقف مكاني يعني أنت دراع باباك اليمين مش كده؟ بالضبط بابا كان دايما اللي هو إحنا خمس بنات وولد فبابا كانت عنده ولد فاللوا أنا الولد بقى خمس بنات أو فأنا الولد بتعب هو بابا بس فهو كده وأنا كبرت على كده بعد كده لما كبرت بقى دلوقتي حاليا فبابا شايل عليها الحمل كله بقى يا بابا هو بقاش ينزل محل زي الأول ولا حاجة أنت اللي شايل عنه كده شايف راجل بقى شايف راجل أو شايف راجل واقف في ظهره بقى شايف راجل واقف في ظهره بيعمل كل حاجة فبابا مش محتاج النوائل إيه رأيك يا دكتورة رانيا؟ إيه رأيك في القصة دي؟ والله أنا سعيدة جدا بصرح وأتمنى لها دايما كل التوفيق وهي يعني مش بس باباها ما كانش عنده ولد لا هي في ناس عندها ولد وما بيكونش سند هي الفكرة مش فكرة أنت أو ذكر هي الفكرة فكرة رجولة التصرفات والمسندة والدعم الحقيقي للوالدين من البنت أو من الولد فهي يعني تحية كبيرة ليها لصراحتها والثقها وثقاتها بنفسها ودي حاجة شيء عظيم منك أن أنت تبقي يعني عندك هذا الاهتمام وهذا الحرص وحرصك على والدك وتأكدي أن ده بيبني شخصيتك من وينك طفلة صغيرة عليك يتعتمدي على نفسك وبالتأكيد إن شاء الله هكوني نموذة مشارفة ولينا نفتخر بي أنا هرجع مع فرح لفكرة الثقة بالنفس بس دكتورة رانيا الأول نقدر ندعم فرح بأي شكل أو كمجلس قومي للمرأة بنتعامل مع القصص الحلوة والملهمة لزي فرح دي ازاي؟ طبعا المجلس بيبقى عنده يعني أدوار كتير يقدر أن هو يقدمها إحنا من خلال برنامج حضرتك نقدر ناخد اسم فرح والفانتكت بتاعتها ونتواصل إن شاء الله معها بإذن الله ياريت خلاص إحنا زميلنا دلوقتي متلقفين العرض دوت وحالا هيحصر التواصل ده شكرا جدا بشكرك جدا يا دكتورة رانيا فرح تقولي إيه بقى الكلام الجميل دوت الأول من دكتورة رانيا ومن المجلس القومي للمرأة إذا كنت تعطي طلبات أو حاجة تتمنيها؟ أنا نفسي في حاجات كتير قوي بجد أنا نفسي أشتغل بشهدتي تشتغلي بشهدتك؟ وإن شاء الله سيحصل أنت مش شطرة في الكلية أو إيه؟ مش قوي عشان طبعا الشغل بيأثر كتير قوي على دراسة أنا ساعات ما بنزلش خالص بتضطري بتحاول توفائي بين الاتنين وده أكيد صعب بالنسبة أنا بنزل على الامتحانات بالعافية أو طبعا أنا بصح الصبح بدري وبقفل على ساعة 12 واحدة بالكتير لو عندك الفرصة أن أنت تسيب الشغل وتركزي في الدراسة بس دايب أفضلك وتحبي ده أكيد أكيد طبعا أكيد طبعا يريد ده اللي أنا أتمنى طبعا أن إحنا من خلال توصيلنا دكتورة رانيا لسه معينا برضو ولا فقدناها طب بص يا فرح أنا برضو أنا عمارة فكر دلوقتي وأنا بشوف الصور بتاعتك هي شغلانة شقة برضو يعني بدنيا وجسديا صعب بتصحي من بدري وتشيلي وتتعاملي مع الحرارة في الفرن أصعب جزء في يومك في شغلك في الفرن بيبقي أصعب بوزء حرفيا كان النار النار صعبة جدا non الجدا גם جدا وهو بالسعادة أنا بتلفع كثير جدا أنا بتلفع كثير جدا طولة ما أقفا على النار يعني أصعب حاجة إني ممكن ما أعمل أي حاجة أبيع أجن أي حاجة غير النار النار فعلا أصعب حاجة النار رب أن من بعيدا عننا يا رب يا رب يا رب حبيب تصلى هم أمين أبس فأنا دائم من أصلا أنا دائماً تعباناً من كلام الناس. تعباناً من كلام الناس. هذه النقطة التي تريد أن تتكلم عن الثقة بالنفس. أخبرني أن الناس تستقبل شغلك؟ كيف تتعامل معك؟ هل تتعرضي المواقف صعبة؟ كثيراً. أنا وأخواتي. أنا وأخواتي أيضاً بيقف معي. أنا وأخواتي كثير كثير كثير. وخصوصاً إننا بلدنا فيها شباب مش كويسة كثير. هل تفهمش أكيد وقفتك دي؟ الشباب باظت. الشباب ما فيش شباب كويسة. يعني أنت بتتعاملك في سوق. التعامل وحش جداً بالنسبة لنوالة تشايف بنته قدامه. هذا الذي يرجعني أيضاً للفكرة. أنا أشكرك طبعاً يا فرح. شكراً جزيلاً. وأتمنى لك التوفيق. ونفسي تقدر يتحقق كل اللي بتحلامي به. لأنك مكافحة. ودي حاجة بنفتقدها كثير. في شباب كثير النهاردة. نفسهم الحاجة تجيلهم على طبق من ذهب. أو نفسهم من غير ما يبذل أي مجهود في شغله. أو من غير ما يتعب. يلاقي الشغلانة والوظيفة. ويلقي كل الأمور متيسران. ويلقي المرتب اللي بيحلم بي. ويلقي كل حاجة. الحقيقة يعني فرح مش كده. فرح بتشقى وبتتعب. ونفسها تحقق حلمها. ونفسها أنها تشتغل بشهادتها. ومعندها أي مشكلة أنها تضحي. وتكافح ومن صحتها. فأنا أولاً بشكرك. وبحييك. وبوجه لك رسالة خاصة جداً. رسالة شكر وتحية. وده يرجعني برضو للكلام اللي كنت بتكلم فيه في الأول. على فكرة التربية. النهاردة الجزئية الأخيرة تحديداً. اللي تكلمت فيها فرح دي. ونظرة الناس والمجتمع. ده يرجع للتربية يا جماعة في المقام الأول. نهاردة لو كل أسرة. كل أب وكل أم. بيركزوا مع ابنهم. زي ما بيركزوا مع بنتهم. ده مش هيحصل. مش هنلاقي شباب تقف على النواصي. مش هنلاقي شباب بالتعاكس. مش هنلاقي أي تصرفات سيئة. وإحنا دايماً بنصلة الضوء على المسألة دي. في محاولة أن إحنا يكون عندنا إسهام إيجابي. في قضايا المجتمع. وبشكرك طبعاً يا فرح جداً. وأنا سعيدة بحالة التواصل اللي عملناها بين فرح وما بين الدكتورة رانيا. من المجلس القومي للمرأة. وأتمنى أنه بالتأكيد كل بتحلامي بيت حقيقية فرح.